اشتركوا في القناة من انهيار العملة الوضنية البنك المركزي في عدن أطلع خبراء جانب من ضرف البنك الدولي عجزه الكامل عن الصيدرة على شركات الصرافة التي بادت تهيمن على سوق الصرافة مع فقدان البنك قدرته على التدخل في إيقاف خفاض صرف الريال في وقت لم تبدي فيها أي جهة مانحة حتى الآن رغبتها في تقديم التمويل لليمن ما يعمق ضعف النفوذ الاقتصادي للبنك المركزي في عدن انهيار العملة لأنه عندنا غير موجودة للدولة وتصرفات هذا لأنه تجيئة من التقار والناس المستغلين للوضع الأمني والاقتصادي داخل يمن ويتحكموا بالعملة السعودي والدولار هم التقار اختلفت آراء المواطنين حول هذا التدهور غير المسبوق في زمن الحرب في وقت عجزت فيه الحكومة عن تقديم أي حلول ناجعة وتدابير تحد من تلاعب الصرافين بصرف العملة الوضنية مقابل الدولار ما يزيد من مخاضر ارتفاع الأسعار وتفاوت أسعار الصرف بين صنعاء وعدا بشكل كبير الأول مرة توصل الدولار إلى ألف وين نشتوبنا هذه الحكومة؟ وين نشتوبنا الحكومة التي قلت في منفع في الفنادق؟ وين نشتوبنا الحكومة من غير الحكومة؟ من الدعون نوم نشتوب سلطة عدن وغير عدن؟ ما نشتوبه هو العملة ينخفض ينخفض العملة والأسعار ونشتوب نعيش الحكومة وفي محاولة منها للحفاظ على ماء الواتش أقرت خلال اجتماع ضارئ للمجلس الاقتصادي الأعلى اتخاذ إجراءات قانونية على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي مؤكدة أن التنسيق جار لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد في تخفيف الضغوض التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها ويرى مراقبون أن جميع هذه القرارات بعيدة كل البعد عن ما يعانيها المواضن الذي لم يلمس منها أي شيء على أرض الواقع في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم الاتزام الحكومة بصرف المرتبات الزهيدة بانتظام رغم أنها لم تعد تساوي شيء أمام الأوضاع المتدهورة في البلاد يأتي هذا في وقت تقم فيه فرق التفتيش التابعة للبنك المركزي مع نيابة الأموال العامة وبمساندة وحدات أمنية بتنفيذ حملة لضبط الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف وذلك بعد انفلات السوق المصرفية التي باتت شركات الصرافة هي المتحكمة بالقضاع المصرفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر